من جانبه ثمن وزير الخارجية التركي هاجان فيدان الدور الذي تقوم به مصر في استقبال المساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة وأكد أن مواقف مصر وتركيا منتطابقة في ضرورة إنهاء الحرب على غزة وإقرر السلام بالمنطقة عن طريق حل الدولتين نعلم أن حجم المساعدات التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة لا تتناسب أبداً مع حجم احتياجاتهم بالتأكيد خمس وعشرون شاحنة يومياً عدد قليل جداً ولدينا مليون فلسطيني بالإضافة إلى المتواجدين في أطراف القطاع يعانون من نقص الدواء والغداء والملجأ إننا في حاجة إلى العمل معاً لوقف هذه الجرائم